وصلنا لفقرة التنمية البشرية قدامهم نور لوم نحن بهاي الفترة خاصة بحاجة للإيجابية بحياتنا هلأ مبارف قديش هذا الكلام فعليا صحيح نحن بحاجة بشكل كبير لإيجابية وطاقة إيجابية لأنه أيحد يمكن هلأ قاعد ببيته عم يسمعنا بيقول أنه نحن بنحكي بنجمل الأمور الزيادة ما عدت عنا طاقة ما عدت عنا جلد الظروف قاسية الحياة المعيشية الاقتصادية بس يمكن لو لا هاي الطاقة الإيجابية لشوي أو الأمل أو التفاعل يمكن ما بنقدر نكمل ونشوف أكرة يعني مشان لحوالينا أو أولادنا أو أهلينا أكيد نور مثل ما قلت اليوم نحن مو موضوع تجميل ولكن نحن دائماً عنا تنمية بشري عنا مهارات وقدرات لنقدر نكفي هاي الحياة بشكل صح استيقى بالنفس المعاملة الاجتماعية وغيره نحن قادرين نقطع بهدول المهارات ليوم تاني أكيد كتير من المهارات فينا اليوم نركز عليها لنطور شخصيتنا قديش بتلعب دور بتطوير مهاراتنا بالمستقبل نحكي عن هذا الموضوع أكتر معنا المدربة الدولية ولا لاحلح يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك هلا يسعد صباح النور وصباح جميع المتابعين أهلا وسهلا بحضرتك ستولى عم نحكي اليوم عن موضوع مثل ما قلنا يعني صرنا مبنا نقول نخجل يعني صرنا يعني نزعل أنه قتل نقول أنه أصبروا خلونا نكون إيجابيين نخليكن عم تعطوا هاي الطاقة الحلوة بحياتكم ولكن كلاياتنا اليوم عم نمرق الظروف نعرف من حالنا يعني أنه حيانا بيقلك أنا ما بقى فيني خلاص يعني فهون بيدخل موضوع المهارات وتدريب التنمية البشرية الدالي ومهم اليوم نحنا نركز على هاي المقطة للصراحة كتير مهم يعني مثل ما تفضلتي هلا بس الفكرة الأساسية أنه كل الناس عنده ضغوطات كل الناس بتواجه مشاكل بتواجه صعوبات يعني هذا الأمر طبيعي مع كل الناس ما إنه استثناء مع شخص معين أو شخص تاني فالأمر اللي بدنا نحطه ببالنا وناخطه بعين الاعتبار أنه كل الأشخاص عنده ضغوطات عنده مشاكل ممكن تواجهها بعض الصعوبات وبعض العراقين نحنا هون بيجي دورنا أنه كيف نتعامل مع هاي الصعوبات كيف نقدر نتخطى هاي المشكلة بأقل الخسائر إن كانت النفسية أو الاجتماعية أو حتى على صعيد العائلة نحاول أدم فينا نبسط الأمور نتطلع على المشكلة من كل النواحي ما نضل وقفين عند أمر سلبي معين ونعيش على حسرة هذا الأمر السلبي أو هي المشكلة لأ نحاول نبسط الأمور نتحلل بالصبر نكون أشخاص متزمين بين العقل وبين الأل يعني نحاول أدم فينا الاتزام بين المشاعر والعاطفة وكمان الأفكار والعقل ما فين يعني نكون كتير عاطفية أو عاطفتي جياشة وكمان ما فين يكون كتير عقلانية يعني الاتزام بين العقل وبين العاطفة لنقدر نوصل لأفضل النتائج ممكن يعني يعني عطتني بوابة لسؤال كتير مهم اليوم كيف فينا نطور ذاتنا اليوم دون يعني مع كل هالمعور خاصة يعني مع كل هاي الظروف مع كل هاي الضغوطات دائما فيه أساسا إذا ما فيه ظروف خاصة فيه معوقات أساسا بتمري فيها بحياتك الشخصية بس مع هالوضع الحالي كيف فينا نطور ذاتي وقدر اتخطى اتجاوز يعني ما بننجمل الأمور على الآخر لأن كل الناس حابة فعليا يكون عند لسة بعض صبر تقدر تتجاوز هاي الظروف القاسية فنعطيهم بعض التفاصيل بدون ما نقول لأ قادرين نحنا قادرين أكيد بس ما فينا نجلدهم يعني لأ انتوا قادرين ما انتوا قادرين اليوم تتخطوا كل الظروف الناس انهكت يعني عشر سنين استهلاك من الطاقة الطبيعي إنك تقعد شوي هيك لتقدري تشحني حالك من أول وجديد يوميا طبعا مثل ما ذكرتي آخر شي إنه نقدر ناخد فترة راحة لنقدر نبلش من أول وجديد كلنا ممكن نوصل لمرحلة أو نوصل لحالة نخلص أنا استنزفت كل قوتي ما عد فيني كفي ففيني أنا أخصص وقت لراحتي وقت لسلامي لنفسي وقت عبر فيه عن الأمور اللي زعجني الأمور اللي مضايقتني بيني وبين حالي هلا فيه أشخاص بتقلك أنا بستمتع أو بكون سعيدة لما اسمع غنية راية فيه أشخاص بتقلك أنا بكون سعيدة لما أمشي مشي سريع فيه أشخاص بتقلك أنا وجرد قعدت بالهوى شفت منظر شجر منظر حديقة فممكن تكون تحس شوي بالسعادة فبتختلف مفهوم السعادة من شخص لتاني نحاول ندور على هاي السعادة قدمع فينا نخصص لو ربع ساعة يومياً لسعادتنا ولسلامنا النفسي والطمأنينة الداخلية مشان نكون قادرين نبلش من أول وجديد ونكفي من أول وجديد هلا بنقدر نطور حالنا بكتير أمور فرضاً للأشخاص اللي بيتقلك أنا ما عندي وقت أو أنا وقتي كوم بلاي كل نهار ما عندي وقت فينا يومياً نخصص ربع ساعة من وقتنا للقراءة قراءة معلومات جديدة فينا كمار ربع ساعة هذا قانون الربع ساعة ضمن التنمية البشرية فينا أنا ربع ساعة أتعلم لغة جديدة إنجليزي فرنسي أي لغة جديدة فيني كمار ربع ساعة من وقتي مثل ما أنا أعطيها لنفسي أعبر فيه عن الأمور اللي زعجتني حتى إذا بنا نحكي شوي عن التعم النفسي والاجتماعي اللي كلنا بحاجته صحي ففينا بالفطفضة الورقية نعتمد الفطفضة الورقية نطلع الأمور اللي زعجتنا نمسك ورقة وألام بكتب أنا المشكلة اللي أنا فيها بكتب كل الأمور اللي زعجتني هيك بكون عبرت عن المشاعر السلبية عن المشاعر السيئة اللي عن تصدق لي هذا التوتر وهذا القلق أنا فرغت طاقتي السلبية بهي الورقة بالتالي ما أدت لكبة هاي المشاعر بس خلصت بمسك هاي الورقة وبشقة بمزقة قدام عيون ليش لأهمية ترابط الجسد الماتي مع الجسد الفيزيائي هيك نحن تخلصنا من هذا الأمر اللي أنا زعجني أو فينا بطريقة تانية اعتبر حالي خارج المشكلة كلها اطلع على المشكلة من الدائرة البعيدة أنه أنا طرف ثالث أعمل حوار بيني وبين عقلي شو السبب ليش وصلت المشكلة هون شو اللي يأدى لهي المشكلة شو التراكمات اللي خلتني أتصرف هيك متى ما عالجت الأسباب نحلت كل هاي المشكلة كمان فينا نطور ذاتنا ممكن عن طريق النيت نقرأ معلومات نضيف خبراتنا نحسن قدراتنا العقلية أو ممكن نسجل دورات ومعاهد نتابع عند بعض المعاهد وكمان مقدر نطور ذاتنا عن طريق الاطلاع والتعلم يعني في كتير أشخاص بيقلولك أنا والله فرضاً درست دراستي هندسي لأنه والله بابا وماما هيك بالضر هذا أكبر غلط بتطوير الذات أنا بدي شوف أنا بشو شاطرة أنا بشو مبدعة الشي اللي أنا بلاقي حالي مبدعة فيه بركز عليه بدي بعيد عن دغبة أهلي بدراستي لكذا وبدي بعيد عن دغبة والله لأنه أخي دكتور أنا لازم أكون دكتورة أنا بشو مبدعة أنا بشو بلاقي حالي متفويقة أختص ضمن دراستي ومع هاي الدراستي تابع تطوير التحديثات اللي عم تصير كل فترة وخاصة نحن بعصر الحضارة تابع أي تغيير بخاصة هاي الدراستي أحضر ندوات أحضر دورات تابع عنه يعني أقدر طور حالي بأبسط الوسائل متل ما منقول حكينا على هندول المهارات أنا حبيت فكرة الربع ساعة يعني كم ربع ساعة عم بديع لبنهارنا يعني ممكن نحنا على الموبايلات على الفيسبوك نحنا فينا نستبدلون بموضوع الربع ساعة على المهارات خليني نحكي اليوم عن الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية اللي هنو نتناتهم عدوى من الأشخاص اللي بيكونوا موجودين بحياتنا يمكن شخص يضرب لك مزاجك كل نهار يمكن شخص يعطيكي طاقة حلوة بحياتك يعطيكي حلول ولو بدون ما يقول لك ياها يعني خليني حكي اليوم نحنا كيف قادرين أنه نحتفظ بطاقتنا بدون ما نتأثر بالأشخاص اللي حوالينا وكيف نحنا ممكن نصدرها للناس اللي هنو هنو هلأ كتير بحاجة لإلها تمام هلأ بالنسبة للطاقة الإيجابية والطاقة السلبية فهنن مفهومين متعاكسين تماما في أشخاص بتلاقي طاقتهم إيجابية حلوة متفائلين بيتعاملوا مع أي أمر أنه ريلاكس عادي تبسيط الأمور هناك أشخاص ثانين أشخاص سلبيين أشخاص نكديين متل ما نقول بالعامية يعني وين في نكد بيدوروا عن نكد وبيلحقوا هذا النكد فبالمجمل للإنسان وطبيعة تكوينة الشخصية متل الإسفنج بيتأثر بالأشخاص اللي حواليه إن كان سلبية أو إيجابية فأنا اللي أقدر حافظ على طاقة الإيجابية فيني مثلا أنا محيطي سلبي عندي مزم بالبيت أحد الأشخاص سلبيين أولا ما حأخذ كلامه بعين الاعتبار يعني اسمع الكلام من إذن اليمين وطلعه من إذن اليمين سعادة ما هيبدة مهارات كمان وابددة مهارات ثاني شغالي خلونا نتطلع عن نص الكاسة المليام ما نتطلع عن نص الكاسة الفاضي كلنا بحياتنا عندنا نعم نعم كتيرة فنحاول نتطلع عن نعم يلي عنا ما نتطلع عن نقص يلي جواتنا أو النقص يلي عنا بس نطلعنا عن نقص هون بلشنا نفكر تفكير سلبي ونبعد عن الإيجابية أكثر طيب خلينا نحكي مما نحكينا على ممكن نبلش بشكل يومي بفكرة الربع ساعة يوميا لتطوير المهارات الزات وحكيت عن خطوات كتير مهمة بس قبل كل هذا قداش فينا نحفز الكلام والعقل يعني قبل ما تبلش بكل هاي الخطوات في ناس بسبب المرحية السلبي هي بتجذب حتى الكلام السلبي أنا مش قادرة أنا مش تعبت الوضع سيء هذا الكلام اللي بتردد بشكل يومي بنردده بدون ما نستوعب شو عم نردد؟ هذا بتصير لا وعي عندك موجود خلنا نحكي مبدئيا أنه أنا هذا الكلام من هذا الكلام بلش أنا يوميا فينا نقول يوميا ربع ساعة قلت أنا لأ أنه رغم الظروف أو يمكن بدي عكس كل الأقدار اليوم ودي نهار يكون غير لو هو فعليا نحنا بظروف خاصة وصعبة لو هو محيطي سلبي رح حاول ما يأسر اليوم على حياتي اليومية هذا الكلام التحفيزي بيني وبين نفسي لبلش يعني أعتقد من أهم الخطوات أبدا ما تبلش أي خطوة نحو تطوير مهاراتي طبعا ما هي الخطوة الأولى أنه أنا أبلش بداية يومي بتوكيدات إيجابية فرضا أنا حياة العمل عندي شوي متعسرة شوي عم واجر مطبط فأنا فيني دخل توكيدات إيجابية بتخص العمل ببداية يوم في مقولة بتقولك الأقدار تأتي بالأقوال أنا بسقول أنا ما ني قادرة أنا ما رح أنجح أنا رح أفشل في كتير أشخاص ناجحين بهذا المجال ما رح أقدر كون مثلهم هذا الكلام السلبي بتخزنه الذاكرة وبتخزن بالعقل الباطن بالتالي بيترجم على حياتك ككل فمجرد ما أنت دخلت هذول التوكيدات الإيجابية ببداية لنهار فأنت عم تعطي حالك حافظ وكمها المطاقة الإيجابية كمان عم تبرمجي عقلك الباطن للإيجابية فرضا فين أقول أنا شخص إيجابي أنا شخص متفائل أنا اليوم نهاري رح يكون سعيد أنا رح أقدر أتجاوز أي مشكلة ممكن مر فيها يعني وحتى إذا بدنا نحكي هيك شوي أقرب للناس صحيح أي مشكلة فرضا طبخا حرقت صمضية انكسرت ما هي صمضية انكسرت وخلص صارت يعني ما ما أفية إذا بتحكي إذا بتنقي إذا بتنقي إذا بتنقي لبعد بكرة خلص الأمر تم فما نوقف عن ذاية المشكلة ودرب تلمية بشرية أكيدا اللي حكي هيك بيقول أي مشكلة يعني شو ما كنت عم واجهة اليوم وخلص بكيت والداية بدي شوف قديش بتأثر بتأثر علي من هون لخمسة سنين إذا فعليا هي ما بتأثر لازم ما واقف عندها كتير يعني هي ما بتأثر على مجرى حياتي بشكل عام مثل الظروف يعني أنه أنا خلص بعدي بمكاني عم أشتغل بس ما بتأثر علي قديش هي مقولة صحيحة تمام كتير صحيحة لأن ذاتك هو مصدر قوتك الوحيد إذا ما أنا بلشت من حالي إذا ما أنا سعيت واشتغلت أني طور من حالي إن يكون حدا إيجابي يعني عنا كاسة نصفاتي ونصف مليان نحاول دائما نطلع على نص الكاسة المليان نطلع على الأمور يلي عننا نطلع على القدرات يلي عندي نطلع على المواهب يلي أنا بمتلكها حاول أسقل هاي المواهب حاول نمي هاي القدرات مثل ما ذكرنا في عدة طرق لننمي هاي المواهب وننمي هاي القدرات بالنهاية الحياة صعبة فبدنا نواجهها بحلوة وبمره شوية تروي شوية هدون شوي التعامل مع الأمور بحكمة كون عقلانيين أكثر ما نفكر بالعواطف وبالمشاعر لنقدر نتخطى أي مشكلة أو أي عقبة ممكن يتواجهنا بالنهاية النجاح ما نسهل يعني ما في حدا من الناجحين وصل بكل سهولة أو كان طريقة وعبت بالزهور يعني في مقولة لأديسون بتقلي أنا لم أفشل بل وجدت ألف وواحد طريقة لا يستطيع المصباح الكهربائي أن يعمل بها إذا بدنا ناخد هاي الجملة بعين الاعتبار أنا لم أفشل قديش هو عنده ثقة بنفسه قدي أعطى لحاله دفع لقدام ليكفي ولا يستمر إذا لو رد على كلام الآخرين أنه أنت صرت مئة مرة مجرية وما زبط معك نصباح الكهربائي كان خلص وقف وقف إبداعه وقف تفكيره وقف حياته عند هذا الكلام السلبي اللي سمعه من الآخرين كمالت الجملة شو بتقول بل وجدت ألف وواحد طريقة لا يمكن للمصباح الكهربائي العمل بها التجربة، المحاولة، النية، الأسرار والتكرار فالنجاح ما نقوم أمر سهل بدنا نتعب لنقدر نوصل للهدف اللي نحن حاطينه ببالنا ما في هدف بيتم بالسهل كل ما كان الشخص أكتر إيجابية وأكتر تفاعل مع الحياة بحكمة وبعقانية كل ما قدر يحقق هدفه بشكل أبسط وبصورة أسهل ذكرت نقطة بأديسون اليوم نحن عم نذكر واحدة من صفات الشخص اللي بيمتلك مهارات التنمية البشرية وقادر أو قدر أنه يشتغل على تطوير ذاته اليوم هذا الشخص كاركتر إله صفات خاصة فيه ممكن أنه نحن إذا كتير حدا بيعرف موضوع التنمية البشرية بيعرف أنه هو ممكن يكون مدرب أو كوتش بهذه القصة اليوم شو صفات الشخص اللي هو أضع مرحلة التنمية البشرية؟ طبعا بالنسبة لأديسون على فكرة وهي معلومة لكل المجاهدين أديسون بمرحلة الابتدائية انطرد من المدرسة وما كفت عليه صح وم قالت له أنه لأنك كتبت له عطاية لأنك كتير شيء ولأنك مشاكس ولأنك مشاغب بالمدرسة وحتى شكله الخارجي لأديسون يعني كان حجم الراس عنده ضخم وكبير ومنط العضلية طبعا البيئة المحيطة كان الأشخاص اللي حواليه كلهم سلبيين تعرض للتنمر تعرض للسخرية انطرد من المدرسة كان ضمن عائلة فقيرة معهك ما استسلم للظروف فالشخص اللي بدي يكون إيجابي يلي بدي يكون على التعامل مع الظروف أو بدي يكون مدرب تنمية بشرية بدي يبلش من ذاته بدي ينسى كل المحيطة اللي حواليه ما اسمح للأشخاص السلبيين أو للطاقة السلبية تخترق طاقة الإيجابية أو تأثر ببرمجة عقل الباطن أو أخذ هذا الكلام بعين الاعتبار وضل عم نفكر فيه لأ الأمر السلبي المفروض ساعة الساعة مثل ما بنقول بالعاملية خلص أنا أتجاوز هذا الأمر السلبي عبر عنه بالطريقة الصح إن كان بالتعصيب إن كان بالفضل الورقية إن كان أنه أطلع أتمشع فين يغير المكان اللي أنا فيه كمان هذا بيعطيكي إحساس بالراحة النفسية كتير يعني بعدة أمور لنقدر نحن ننصل لهذه المهارات طبعا بالتدريج وخطوة خطوة وبالتدريج حتى هو من الأشخاص اللي قادرين كتير صاح يضبطوا انفعالهم يعني قد ما كان الشخص اللي أمامهم مستفز أو زعجهم إنهم قادرين نستفزوا ببروتهم يعني قادر إنه يسمعيك حتى لو كانوا نجوا أنا أقول لك أنا عم بغلي بس أنا قادر اليوم أعطيك إنه أنا عادي مرئة القصة عندي ثقة بحالهم كتير كبيرة وهما شي إحنا اليوم العقل والعاطفي نور رحنا نقدر نوازن بهذه القصة لكن للأسف يعني بتشوفي دائما منجر ورا عاطفنا أكيد هلأ بالنسبة للاتزام بين العقل والقلب هي طبعا بالتدريج يعني يوم بعد يوم أنا فيني أعمل سيناريو بيني وبين حالي فرضت لأنه صار معي هذا الموقف الجيد وصار معي عكسه موقف سلبي كيف بدي أتعامل مع الموقف الجيد؟ كيف بدي أتعامل مع الموقف السلبي؟ حاول أمتصل غضب قد ما فيني حاول ما أكون سريعة الإنفعالات ما أكون سريعة العصبية بحيث أنه أتعامل مع الأمور بتروي بهدوء بحكمة الناحية الثانية إذا بنا نحكي من الناحية الثانية السقة بالنفس إذا ما الشخص كعن واثق من نفسه فكتير صعب أنه يقدر يطور من حاله أو ينمي من قدراته أو مؤهلاته أو دراسته أو بأي سبل من نواحي الحياة الأمر الثالث اللي كمان بنا نحكي فيه اليوم أنه الإبتعاد عن كل الأمور السلبية أول أمور اللي معت تعني لي بالشي فرضا أنا ذكريات قديمة ذكريات صعبة ذكريات قاسية ليش لأرجع تذكر هاي الذكريات بشكل يوم لأنه عاطفيين بالمجمل أغلب الناس عاطفيين نحنا فينا نشغل عقلنا الباطن بأي أمر يوم جديد فرضا أنا بمرحلة الطفولة تعرض هذا الطفل عندي لتعنيف إما كان معنف أو الأم والأب بتتعرضوا لتعنيف وأسري قدامه فأنا بدي حاول أن هذا الطفل يظل معبيتله وقته يظل مشغول بين المدرسة بين الوظائف وممكن نسجله بنادي رياضة بحيث أنه عقله ما يكون عنده مساحة للتفكير بالأمور السلبية إن شغال العقل بالتفكير وبالمعلومات وبالمهارات بالتالي رح يبعدنا عن التفكير بالأمور السلبية أو الأمور المزعجة بس عم نحكي يمكن ببداية حديثنا أنه كلياتنا اليوم بحاجة لدعم نفسي واجتماعي وعاطفي بصبب الظروف اللي مرينا فيها جميعا بس قدش بتلعب البيئة يعني أنا بدي ركز على هي النقطة المحيطة يعني ممكن أنت ما نك قادرة بلشنا عملنا تمارين وكتير قصص ممكن الشخص ما يقدر ما عنده هي الطاقة البيئة المحيطة هي بتلعب دور بدفعك يعني يا بدفعك يا الأمام يا بيسحبك لو أرى قدش مهم هيدا الشي اليوم قدش نحنا بحاجة لإله لأنه أحيانا البيئة بكون هي بتكسر هي الأساف بالأساف يعني بتشوفي الطاقة السلبية أنه في شخص صعيب بالإنجاز اللي عمله لو بسيط أنا شو عملت يعني أي حدا بعمل اللي عملته من المقربين أي شي ما بيعطوكي هذا وبأثر بنفسه كتير طبع هلأ هون نحنا بدنا نشتغل على ذاتنا أكتر يعني فرضا أنك نضمن عائلة سلبية عائلة متشائمة عائلة نظرتها للأمور سوداوية فأنا هذول الأشخاص ما فيني يغيرهم يعني كان الأم ولا الأب ولا الأخ ولا الزوج ما فيني يغير هذول الأشخاص فبدي أعطي دافع نفسي ودعم نفسي لذاتي أكتر ممكن بيني وبين حالي مثل ما ذكرنا ردة توكيدات إيجابية ببداية اليوم ممكن ألجأ لداعم نفسي أو اجتماعي أحكي له فض فض له لأنه مجرد ما حكينا المشكلة نحن حلينا تقريبا نصة كمان نحاول نلهي عقلنا الباطن نحاول نشغل حالنا بأمور الحياة وبمهام الحياة هذول الأشخاص السلبيين قد ما حاولت أني يغير منهم والعكس مثل ما تفضلتي ممكن يجذبوني لألهم بسلبيتهم وممكن حس بالتشاؤم وحس بالأحباب لكن بيني وبين نفسي دائما أعطي حالي دفع إيجابي حاول عز الثقتي بنفسي أكتر أعتمد على حالي ما أعتمد على الآخرين حاول ما ما كتير أخذ بعين الاعتبار هذول الكلام للأشخاص السلبيين ابتعد عنهم قد ما بقدر يعني في حال ما فيني غيرهم هذول الأشخاص حاول إنه أجاملهم أد ما فيني حاول إنه أجاملهم أد ما فيني طيب عم بيئة هيك سؤال أخير وسريع جدا مشان وقتنا نحنا كل شي حكينا برجع للطفولة اليوم الأسرة هي المعلم الأول لأي حدا فينا يعني هي اللي قادرة تنشئ طفل مدرب فينا نقول مدرب خالص يعني وهي اللي قادرة تطلع طفل هو بشخصية كتير خلينا نقول هذي لشخصية ضعيفة بالمجتمع قد اليوم نحنا هيك نصائح للأهل اليوم نشتغل على التطوير الذات للطفل بعمر كتير صغير تمام ما هي الأسرة أو العائلة هي بتكون القدوة لهذا الطفل يعني حتى ضمن البرمجة اللغوية العصبية الطفل بيكون آخذ الأم والأب هن المثال الأول وهن القدوة له فبيتبع منهن وبيخزن بذاكرته أي أمر بشوفهن كان من الأم أو من الأب سواء كان تعنيف أو مشاكل أو خلافات أو أمور إيجابية فأنا نصيحتي لكل اللي عم يتابعونا أنه يحاولوا أنت لقيتي ابنك فرضا عنده موهبة إبداعية بالرسم اشتغلي على أسقال هاي الموهبة اشتغلي على أنه تتطور عنده هاي الموهبة ممكن تشتري له بالتحفيز والترغيب ألوان دفت الرسم تخصصي له غرفة خاصة فيه أنه هاي بس ولما بدك ترسم تجعى هاي الغرفة إذا رسمت هاي الشكل مثلا أعطيه شكل وحاول يرسمه هو بالورقة والألم عم أبدأ التحفيز والمكافأة للطفل من فترة لفترة تعني ولو في مشاكل بين الأم والأب أو بدك تصير مشكلة البيت خلوها بعيدة عن هذا الطفل لأنه الطفل ذاكرته مية بالمية دقيقة بتخزن كاميرا بأدقة تفاصيل وهكي تحاولوا تكون بعيدة عن هذا الطفل يمكن بعيدا عن كل الظروف لازم نعطيه اليوم وأولادنا حبه عاطفة قد ما بدأدر لأنه بتأثر على حياتهم الشخصية وعلى تكوين ذاتهم اليوم شكرا كتير إليك شكرا لألكونات